موسيقى الكل في انتظار ماذا سيحدث غدا 30 مارس في تمام الساعة السابعة القمة 117 ما بين نادي الاهل ونادي الزمالك حياء الكل سينتظر ان شاء الله نتمنى ان نراها مباراة جيدة تليق باسم الفريقين دايما بتكلم في هذه النقاط انها نقاط مهمة جدا 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 كل اللي احنا عملين نعمله خارج الملعب وكل الكلام ده ده شغلنا وشغل الاعلام ولكن جوه الملعب الامور هتبقى مختلفة تماما جوه الملعب دايما الحقيقة الكل بينتظر ماذا سيحدث من خلال مارت لسارتي وايضا كريستين جروس في سنة اولى قمة ما كنت مع لسارتي واتكلمت معاه الحقيقة وقلت له ان انت يعني القمة بالنسبة تعلم القمة بالنسبة لجمهور النادي الاهلي قال لي الحقيقة انا حضرت دربيات كثيرة جدا جدا في كثير من البلدان اللي فيها الدربي بيبقى دربي قوي جدا واستطاع ان هو يقود الفريق للفوز في ذلك الوقت فنتمنى ان شاء الله ان مارت لسارتي بكرا ان شاء الله تكون اول مباراة له ما بين نادي الاهلي ونادي الزمالك يستطيع ان يفوز ان شاء الله يدخل في قلوب كل الاهلوية خصوصا بعد الحلقة الحقيقة كمان هو دخل في قلوب كل الاهلوية ناس كتيرا كانت شايف انه ما بيضحكش ما بيعملش بتاع لكن الحمد لله في خلال هذه الحلقة واضح حد ان هذا الرجل عنده ثقة في نفسه كبيرة جدا نتمنى ان شاء الله ان بكرا تكون ثقة الجميع في الجهاز الفني بالكامل واللاعبين ان شاء الله تبقى موجودة ونستطيع ان نفوز فيه مباراة هامة جدا اشتركوا في القناة